بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الله هل الكون يدور؟ الحقيقة الله تبارك وتعالى قرر هذه الحقيقة قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وهو الذي خلق الليلة والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وقلنا ذات يوم إن الليل لا يعني فقط الليل الذي نراه بأعيننا على الأرض بل الليل يعني الظلام بشكل عام في الكون كل الظلام هو ليل والنهار لا يعني هو النهار فقط الذي نراه على الأرض هناك نهار على الكواكب نهار في المجرات البعيدة إذن النهار يمثل الضوء في الكون بينما الليل يمثل الظلام الشمس الشمس تمثل النجوم المادة المشتعلة المحترقة في الكون والقمر يمثل المادة الباردة الكواكب الباردة فإذا فهمنا هذه الآية بهذا المفهوم الواسع إذن كل شيء له فلك يسبح به إذن الكون كله يسبح كله يدور الحقيقة هذا السؤال يعني أنا طرحته قبل سنوات ولكن لم أجد إجابة علمية عليه القرآن هو كتاب الحقائق لعلمية أيها الأحبة وبما أن الله تبارك وتعالى يقول كل في فلك يسبحون فهذا يعني أن كل شيء يسبح في هذا الكون لا يوجد شيء يشذ عن هذه القاعدة من الظرة إلى المجرة إلى الكون بأكملهم طبعا أيها الأحبة هناك مقالة للعالم بويل موزر من جامعة كارولينا هو طرح نفس هذا السؤال وأحب أن يعرف هل الكون يدور ولكن الكون هو عبارة عن نسيج المكان والزمان يعني الكون لا يمكن أن ننظر له على أنه مجرد يعني أجسام لا الكون فيه زمان أيضا ليس مكان فقط بل مرتبط بالزمان لذلك يسمونه النسيج المكاني الزماني يعني هناك فضاء وهناك زمان إذن أيها الأحبة فقال إذا كان كل شيء يدور فهل يمكن للزمن أن يدور هل يمكن للمكان أن يدور طبعا أيها الأحبة تعاقب الليل والنهار يعني مرور زمن ما خلال هذا التعاقب وهذه هي الإشارة الأولى للزمن أما الإشارة الثانية فنجدها في كلمة الليل يعني الله أشار أيضا من خلال الليل والنهار تعاقب الليل والنهار هو زمن لأننا كيف نقيس الزمن بمرور الليل والنهار الشمس والقمر ترمز إلى المادة إذن المادة والزمن فكل شيء يدور في هذا الكون طبعا أيها الأحبة يعني هذا الباحث درس هذه الظاهرة و صرح بأن هناك يعني ليس غريبا أن نجد أن كل شيء يدور في هذا الكون حتى المكان والزمان يتحرك غير ثابت وهذه الحقيقة سبق إليها القرآن في تقريرها قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة طبعا أيها الأحبة قلنا أن المكان يعني يمكن أن نفهم الآية فهما آخر أيضا سبحان الله القرآن فيه معاني متعددة الليل يمكن أن يشير إلى المكان والليل والنهار والليل والنهار مع بعض إلى الزمان والشمس تعبر عن الطاقة لأنها طاقة تبث الطاقة والقمر يعبر عن المادة فبما أن كل شيء في هذا الكون يدور فلابد أن الكون نفسه يدور وهذه النظرية المطروحة حديثا تتفق مع القرآن في قوله تعالى وكل في فلك يصبحون فالمجرة تدور بنظام محكم النجوم كلها تدور الدخان الكوني الغبار الكوني السدم الكوني كلها تسبح وتدور في أفلاك محددة في فلك يعني في مسار في خط محدد قد يكون دوراني قد يكون إهليلي جي قد يكون على شكل دوام إلى آخرين طبعا هذه المخلوقات الكونية التي تدور وتسبح في أفلاك محددة تشهد على أن القرآن كلام الله الحق ولكن هنا أيها الأحبة يعني لماذا نجد في القرآن هذا الترتيب يعني ما هي العبر الليل النهار الشمس القمر في معظم الآيات نرى هذا الترتيب يعني عندما يذكر الليل والنهار نجد أنه غالبا يقول الليل ثم النهار الشمس والقمر يعني وسخر لكم وسخر الشمس والقمر لا يوجد القمر والشمس إذن يعني إلا في أذكر في موضع ولكن في معظم الحالات نجد أن الله تعالى يرتب هذا الترتيب الليل النهار الشمس القمر الحقيقة هذا الترتيب له دلالات كونية أيها الأحبة فالليل فيه إشارة للظلام أيضا كما قلنا والنسبة العظمى من الكون مظلمة يعني حتى أن العلماء يقولون أن الطاقة المظلمة والمادة المظلمة تشغل أكثر من 95 أو 96 بالمئة من الكون النهار فيه إشارة للضوء وهو نسبته أقل يعني نسبة الضوء في الكون لو اعتبرنا أن الكون مثل هذه الغرفة فنجد أن 95 بالمئة منها مادة مظلمة وطاقة مظلمة وأربعة بالمئة ظلام وواحد بالمئة نور الذي هو الضوء يعني النهار فيه إشارة للضوء ولكن نسبة النور في الكون قليلة جدا الشمس تشير كما قلنا للنجوم المشتعلة أو الملتهبة أو التي تتفاعل فيها يحدث فيها تفاعلات اندماجية إذن هي أجسام محترقة الشمس سماها القرآن سراج القمر إشارة للأجسام الباردة لأنه بارد القمر ضياء نسبة النجوم في الكون أعلى من نسبة الكواكب كحجم يعني أقصد نحن مثلا في مجموعاتنا الشمسية أيها الأحبة لدينا الشمس تشكل أكثر من 99% من وزن المجموعة الشمسية كل الكواكب تشكل أقل من 1% لذلك قدم الشمس على القمر ليشير أن نسبة النجوم أو كمية النجوم أكبر من كمية الأجسام الباردة أو الكواكب أو ما يرمز إليه القمر طبعا هذا الترتيب أيها الأحبة ترتيب منطقي الليل يشير للظلام والنسبة العظمى في الكون هي ظلام النهار يشير للضوء نسبة الضوء قليلة الشمس تشير للنجوم نسبة النجوم أقل من الضوء كحجم أو كمساحة أخيرا القمر الأجسام الباردة وهي الأدنى نسبة في الكون أقل شيء كأحجام يعني هي الكواكب والأجسام الباردة طيب هذا الترتيب الحقيقة أنا عندما بحثت في القرآن وجدت أن تكرار الكلمات في القرآن يراعي هذا الترتيب سبحان الله يعني الليل واحد النهار الشمس القمر الليل هي الكلمة الأكثر تكرارا تكررت 92 مرة النهار أقل منها 57 مرة تكررت في القرآن الشمس تكررت أقل منها 3 أو 3 مرة القمر تكرر أقل منها 27 مرة سبحان الله يعني انظروا الترتيب الإلهي الليل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر لو بحثنا عن كلمة هذه الكلمات الأربعة في القرآن نجد أكثر كلمة تكررت هي الليل 92 مرة ثم النهار أقل ثم الشمس أقل ثم القمر أقل 27 مرة طيب هذا الترتيب أيها الأحبة ترتيب معجز يعني الله تبارك وتعالى يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا إذن أيها الملحدون كيف تقولون إن هذا كلام بشر يعني هذا الذي ألف القرآن بنظركم يعني الذي ألف القرآن كان متفرغا لمثل هذه الحسابات وهذه الدقة وهذا التصور الكوني بالعكس الإنسان القديم كان يتصور أن النهار عندما يطلع أن الكون كله نهر لم يكن يعلم أن طبقة النهار رقيقة جدا وأن الظلام يغلفها لم نعلم ذلك إلا بعد أن استطاع الإنسان أن يخرج خارج الأرض ويرى الحقائق لأن القرآن أيها الأحبة هو الكتاب الذي يعطيك الحقيقة وكأنك تنظر إليها من الخارج لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن وقال فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك غير مقتنعين بأن هناك لقاء مع العزيز الجبار سبحانه وتعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر